السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى انا الفيديو بتاعنا هنقسم لكزا جزء معايا هنتعرف على وبعد كده هتعرف على وظيفته وبعد كده هنشوف مصارع البرد عندنا وبعد كده هنعرف الاعطال الشيئة اللي بيسببها معاه بحيس تبقى انت عارف ايه المشاكل اللي بتحصل عندك في صورة التليفزيون وتعرف ان مرحلة هي السبب عندك. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. معكم اخوكم محمود ابو دونيا من قناة ابو دونيا الكترونيك. لو تنزل تشترك معنا في القناة وتفعل الجراز علشان يوصل لك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بننزلها. ويا ريت تدعمنا بلايك علشان تحفزنا نقدر نقدم شغلة تانية مع حضراتكم. هنبدأ نقول بسم الله. عندنا دايرة الافي سي اولا. مصطلح ايفي سي عبارة عن يعني ترجمته باللغة العربية ضبط التردد الوتوماتيك. آآ مصطلح باللغة الانجليزية. اوتوماتيك في روكوانسي كنترول. من اسمه كده ضبط تردد. ضبط تردد يعني ايه? ده بيزبط له ترددات اللي دخل عندي. عندي هنا الصورة بتدخل معايا الصورة معايا بتخش معايا بتنقسم معايا الصورة لترددات افقية وترددات رأسية. بتروح لمرحلة الافي سي عندي هنا. طبعا الترددات دي بيبقى لها لازم ان تبقى لها كلما معينة. من خلالها بيتم ضبط مرحلة الافي سي. بحيس التلفزيون اشتغل على ترددات معينة لتزيد ولا تنقص. يعني في حدود خمسناشر الف ستمائة خمسة وعشرين تقريبا. تردد في الثانية. طبعا علشان يزبط له ترددات دي لازم ياخد لي من اللاين هنا من مرحلة الافقي عينة. اللي هي احنا بنقول عليها رجل الافي سي في اللاين تبعا رجل والافي سي في اللاين دي معاك ممكن تبقى اي رجل من رجول اللي بتخرج معاك جهود هنا ممكن بياخدها من جهود المئة وتمانين فولت وياخدها من جهود الفتيلة او جهود اربعة وعشرين فولت عندك. وممكن ياخدها من اي مرحلة عندك هنا في الشاسين. متني بتخرج معي من الاين قبل التوحيد يعني قبل ما ركب الدي au بياخدها معايا هو بتدخل معايا غير موحدة بتدخل معايا اشارة او ترددات وخلال الترددات دي بيبدأ هو ياخد للعينة منها وهنشوف حضراتكم دلوقتي مسارها وبياخدوا العينة معايا ازاي وظيفته ايه من تعريفه يعني احنا دلوقتي اتكلمنا قلنا بيزبط للترددات الافقية اللي خارجها معايا على الشاشة او صورة الشاشة عندي يعني بيتحكم لي في الترددات الافقية بحيث الصورة عندك ممكن تلاقي الصورة عندك في جنب التلفزيون بالشكل ده كده تلاقي الصورة عندك في التلفزيون جاية فيجنب كده وفي ازاحة يعني الصورة حصلها ازاحة النحية التانية دي تلاقي باتش القناة اللي عندك هنا اختفى او ظهر نص بس كده فدائلة الايفسي او مرحلت الايفسي بتصبط للصورة على التلفزيون بحيث الصورة دي ما تبقاش مرحلة كده او مرحلة كده الجنب التاني ونفس الوضع الكتاب اللي موجود عندي على الصور فدي تعتبر وظيفتها عندي وهنوضع لحضراتكم برضو ايه الاعطال اللي بيسببها دي في اخر الفيديو لكن تابع معي الفيديو ان شاء الله فهنا اتعرفنا على ان الافي سي ده بالتردد اوتوماتيكي بناخد عينة من هنا من اللاين تروح معي لمرحلة الافي سي عندي في اي سيلو سليتر وبناخد عينة من الاشارة او المزبز بالافي اللي موجود معايا هنا لمرحلة الافي سي برضو طبعا موجود معايا طبعا بعدها بتدخل الصورة معايا هنا بتنفصل اشارة الراسي والافكي هنا معايا وبيتم المقارنة بين العينة اللي جايلي من اللاين وعينة النبضات الافقية اللي جايلي هنا وبيتم اخراج النبضات الافقية اللي بتخرج معايا عن طريق اللاين هنا لدائرة الاخراج الافقي بحيث تزبط للصورة للتلفزيون فدي تعريفها ودي وظيفتها في السريع كده نيجي نشوف بقى المرحلة اللي بعد كده تالتا ان شاء الله المسار عندي مسار عينة الافي سي بتخرج معايا منين من هنا عرفنا ان احنا في بلاد تلفوديو ان اولترا هتركم عينة الافي سي بتخرج معايا من على اللاين بياخدها من على ارجل اللاين هنا تمام وممكن يكون واخدلي كزا عينة لان طبعا بيزبط معايا كتابعة الصورة بيزبط معايا صورة فممكن يكون واخدلي كزا عينة من هنا من على اللاين فعندي في التلفزيون الصين هنا ساعات بياخدها من عندي من على الفتيل في التلفزيون زي كده هنا معايا محدد لي رجل ايه في السي موجودة عند هنا ايه بعيد عن الفتيل يعني لو جينا نظرنا هنا كده نتبع مصار الافيسي من اللاين للمزبزب معي اول حاجة هيخرج معي هنتشوف عش تسلي معي ده الاود هيخرج معي هيروح لمكاومة وبعد كده هيدخل معي على زنر وفي الاخر ممكن يبقى مكسف وبعد مكسف ممكن يبقى في مكاومة رابعة مفيش مشكلة لكن هو مبدئيا بيخرج على مكاومة وبعد كده بيروح معي للزنر طبعا هو مراكب زنر عشان يشلي الاشارة طبعا بتخرج تردودات عالية والشارة بتبقى عالية هنا من اللاين فعلشان يضعفلي الاشارة دي بيستخدمني زنر معي عشان يضعفلي الاشارة فلو جينا كده حضربكم هنا ده خط الافيسي عندي موجود معي هنا ده لو جينا كده نتبع المصار بتاعه المصاره هيبدأ معي من هنا هو عند النقطة دي اللي موجودة معي دي بعد كده هنا على المكاومة اللي موجودة معي هنا دي المكسف بعد كده ادي المكسف هو موجود معي هنا بعد كده المكسف هيدي معي المكاومة المكاومة اللي موجودة معي دي هنا في مكاومة بعد كده المكاومة هيودتخرج معي النقطة دي هتمشي معي كده زي ما هو تروح ضم حضراتكم ركب لي زنر او ديوت هنا معي اوه ديوت زنر او زنر ركب معي على الخط ده بعد كده هيعدي معي من بعد الزنر على النقطة اللي معي دي هيمشي معي على المصار اللي انتم شايفينه حضراتكم ده نجي نتبع المصار ده الملتمتر هزبوط على وضع البزر ملتمتر مع الوضع البزر اوه هيمشي معي كده اوه على الخط اللي معايا ده زي ما هو ده قدام حضراتكم كده ماشي ماشي معايا 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 كده اول خط معي اوه ماشي 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 جاي معايا هنا هنا اوه كده كده لو جينا كده نشوف تاني ووصل معايا هنا اوه مديني سوفار اوه بعد كده هنتبع الخط من هنا قد الخط معايا تحرك معايا كده 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 نزل تاني معايا هنا في نقطة هنا وصل لها بلدي ده الخط. عندي هنا اهو النقطة دي. انا مش من النقطة دي تاني. معدي معايا كده 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 كده. رايح النقطة معايا هنا تاني. اهو ماشي معايا بردو كده على نفس الخط. للنقطة دي اهي. اهو مديني صفار هنا. اهو ماشي معايا صل معايا النقطة دي. بعد كده هيعد معايا تاني تقريبا هيعد معايا مقاومة هنا. هنا في ديوت تاني معايا بعد كده هيعد معايا مقاومة لنقطة دي. ومن المقاومة دي. هيمشي معايا تاني كده ورايح معايا لازيسيلا الصديقر زي ما اوضع بدونها بربكم. يا بقى دي عندي ده مسار العينة. معايا على الشاسية اللي معايا ده. رايحة معا ليسيلي الصديقر. تمام? نشوف الشاسية الثانية ده. لو جينا كده. طبعا الشاسي الصديق اللي معي ده. او اخد العينة عن الفتيلة. يعني معنى جهуда الفتيلة. فانا عندي هنا جهد الفتيلة معايا عندي هنا. يبيلا اللي عندي. في جهد طبعا عندي خط الولاي و 58 وعند ده هنا اللي معايا تبعا بيواخده على مكاومة ومكسف اني ده ما لنجعم Арبيل او الخط اللي معايا ده كده اهو. وبعد كده نشوف الخط التاني اللي معايا ده ده الفتيلة ماشي معايا هنا اهو. على النقطة دي. على النقطة دي هنا ايه? ومن خلال النقطة دي يواخد مكاومة من هنا للفتيل. وواخد مكاومة تانية اهي? ماشي معي على النقطة دي اول مقاومة معي هي ماشي معي هنا كده على الخط ده كده طبعا هو اخد جهد الفتيل على مقاومة والمقاومة التانية دي هتروح معي لمرحلة الافي سي همشي معي كده على الشاسي على الاطراف هو زي ما انتوا شايفين كده خط اللي معي ده اللي هو التاني ده ماشي معي واصل معي هنا هو بعد كده هيدخل معي على الزنر الزنر الموجود معي هنا هو النقطة دي بعد كده يمشي معي ودخل معي على مقاومة ومن خلال المقاومة دي هيعد معي كده ماشي اه كده على النقطة هي هي اه دخل معي هنا وعد معي تاني هنا ودخل معي على اي سي العمليات اللي موجود عندي هنا او اي سيه اللي موجود عندي هنا ده طبعا خط الافي سي على الشاسي الصيني اللي معي ده نيجي بعد كده حضراتكم ونوضح لحضراتكم بعض اعطاء الافي سي اعطاء الافي سي ممكن يسبب معاك في ازاحة للصورة سوى مين او الشمال تلاقي الصورة ago ديقة من الجنب ده او ديقة من الجنب ده او الصورة متزحة كده في جنب ده او في الجنب ده بي او حاجة مفيش عندك صورة ولا بيانات يعني الصورة عندك بيضة وما فيش بيانات عندك برضو. اه هتلاقي شرشرة في الصورة. الصورة مش رشرة كده. هتلاقي ترحيل في الصورة زي ما وضعت حضرابكم او هتلاقي ظل سود في الجنب برضو هي هي. واعطال الكتابة. دي اشهر اعطال الفي سي في التلفزيون عندي. فانا يريد اكون افتكم باختصار في اه مرحلة الفي سي. ويكون الناس نعمت ايه مرحلة الفي سي. وده اه ده شغل ورشي. يعني ده المعلومات اللي عنده عن طريق شغل الورشي. لو انت عندك معلومات تقدر تشاركها معنا. ياريت ما فيش مشكلة تقدر تشارك معنا معلوماتك عن خط الفي سي بحيس الكل استفاد. احنا بنزل في التعليقات. كل واحد بيكتب المعلومة اللي عنده. تكون صحيحة وكون متأكد منها. لما بعض الاخوان بينزل في التعليقات بيقرأ التعليقات بيستفيد من التعليقات الموجودة عندنا. فلو عندك انت اي ملحوزة على خط الفي سي تقدر تضيفها للشرح اللي احنا شرحناه ياريت تضيفها في الفيديو معنا. ولو عندك اكتراح للفيديو او شيء ياريت تقولوا لنا. طبعا الفيديو ده كان بنقا على طلب بعض المتابعين اللي معنا في القناة. صورته ما تظهر دلوقتي. فلهنا ان شاء الله نقول هنا الفيديو مع حضراتكم. اي حد عنده تعليقات وستفسارة تروك اسفل الفيديو ونختم كلامنا زي ما تعودنا. بالصلاة والسلامة على النبي الهدى سيدنا محمد. اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم.